أعلن حلف قبائل حضراموت حالة الطوهار ونشر أفراده بغرب حضراموت والهضبة وقال الحلف في بيان صادر عنه أنه من منطلق البيان الصادر في الواحد وثلاثين من سبتمبر المنصر موما تضمنه من استحقاقات في ظل التسويف المتعمد وعدم استجابة الجهات المعنية في تنفيذ مطالب حضراموت المعلنة وعطفا على تحذيرات السابقة بمنع خروض ثروات حضراموت بما في ذلك النفط الخام نحذر كل الجهات من الإقدام على أي خطوة أو صدام على رجال الحلف المرابطين في مواقعهم كما حذر الحلف شركة بيترو مسيلة من تزويد الناقلات وعدم خروج النفط الخام من منشاء الضباب بأي شكل من الأشكال وفي حالة خلاف ذلك نحملهم كامل المسؤولية وردات الفعل المترتبة على ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر